المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم التعظيم سيكون منسجماً مع مبادئ العقل الزهرائي أما التقزيم فإنه سيكون منسجماً مع مبادئ العقل الزهرائي فنحن في واقعنا الشيعي ومن الآخر ما بين عقل زهرائي مفرداته مفردات بيعة الغديرين إنها بيعة الغدير العلوي وبيعة الغدير المهدوي مفرداته بيعة الغديرين هي التي تشكل البناء الحقيقية والتكوين الصادقة للعقل الزهرائي أما العقل السقيفي وفي الحقيقة ما هو بعقل إنه تفاهة وسفاة ولكن لا بد من استعمال هذه المصطلحات بنحو اعتباري معين لأجل أن نبين المضامين ونشرح المطالب وإلا كيف أستطيع أن أتواصل معكم فلابد أن أتواصل عبر هذه المصطلحات ومن خلال هذه المسميات على أي حال العقل السقيفي مفرداته ومناشئه من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي العقل الزهرائي عقل بناءه بناء مزدوج الغدير الأول الغدير الثاني وجذور ذلك واضحة في زيارة الصديقة الكبرى هذا مفاتيح الجنان وأقرأ عليكم من زيارتها الشريفة نحن نخاطبها صلوات الله عليها وزعمنا يا زهراء يا أم الحسن والحسين وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه المناشئ المزدوجة للعقل الزهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما مزاوجة بين الولاية المحمدية والولاية العلوية هذه المزاوجة النورية تتجلى في تصديق الصديقة الكبرى لديننا في إمضائها وقبولها لعقيدتنا كي تتحقق طهارة عقولنا قبل طهارة قلوبنا وطهارة أجسادنا الطهارة في البداية طهارة العقول وبعد ذلك تتفرع على تلك الطهارة طهارة القلوب وتتفرع على طهارة القلوب طهارة الأجساد فهذا هو الذي قصدته بالمناشئ المزدوجة غديران غدير علوي وغدير مهدوي غديران مفردات الغديرين يتجلى عنوانها في هذا التصديق فإن نسألك يا فاطمة يا فاطمة العقول فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قاد طهرنا بولايتك وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي إنها تؤكد وتحقق وتشهد بوقوع مضمونه والأمر أمرها هي التي تؤكد وتحقق وتصدق وهي التي توقع على عقيدتنا وهي التي تقوم بإمضائها وقبولها ولذا فإن من شأ العقل الإلهي عندنا وضحته كلمة محمد صلى الله عليه وآله من أن الله يرضى لرضاها لرضا أم الحسن والحسين ويغضب لغضبها وهذا هو إنعكاس واطح لمنطق العقل الإلهي حين خلق العقل فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر وهذه العناوين العناوين الإقبال والإدبار تتجلى في كلمة محمد صلى الله عليه وآله في رضا فاطمة وغضب فاطمة ومن أن الله جعل الميزان والحجة في رضاه وفي غضبه فاطمة رضا فاطمة رضا الله وغضبها غضب الله ومن هنا تتشكل القاعدة الأساسية للعقل الزهرائي أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي لا أتحدث عن عقل هذه أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي هذه هي القاعدة الأساسية الأولى التي كل مفردات التكوين العقلي ترتبط بها ولذا فإن الإمضاء لعقيدتنا وإن التصديق لديننا مرده إليها فإن نسألك يا أم الحسن والحسين إن كنا صدقناك فأنت الأساس أنت الأصل إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذا هو العقل الزهرائي الذي يصدر عنه التعظيم للمشروع المهدوي أما العقل السقيفي وهو العقل المرجئي القذر هو عقل مزدوج أيضا في مناشئه ما بين السقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس المضمون الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة والحديث هذا يبدأ في صفحة 271 رقم الحديث 143 حديث طويل رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين تقلدهم أكثر الشيعة لأن الاستثناءات كانت محدودة وقليلة جدا بالنسبة للمراجع الصالحين المرضيين الإمام الصادق هكذا قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الصالحون هم بعض فقهاء الشيعة أما الأكثر فهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم الأكثر والذين ستقلدهم الشيعة ويكونون سببا في ظلات الشيعة الناجون من الشيعة قلة قليلة الإمام أيضا بين ذلك لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم تعظيم التفت إلى هذا التعبير نحن نتحدث عن المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم سأعود إلى هذا لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى تعبير الرواية لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا يعني أن المراجع وأن الذين يقلدونهم هم في الجهة الثانية في جهة التخزيم هذا هو الذي قصدته في العنوان الذي ذكرته لكم وأنا أريد أن أطيل الوقوف بعض الشيء عند بيان مضمون هذا العنوان لأن هذا العنوان يشكل مفردة أساسية ومهمة في فهمنا لمشروع إمام زماننا كيف ننصر إمام زماننا ونحن لا نعرف مشروعه كيف سنكون في خدمة مشروع إمام زماننا ونحن لا نعرف عظمة هذا المشروع لأننا تعلمنا من المراجع المرجئة في النجف تعلمنا أن نقزم مشروع إمام زماننا هؤلاء هم أقزام أقزام في عقولهم وأقزام في قلوبهم وأقزام في دينهم فلذا قزموا عقولنا وقزموا عقائدنا وقزموا مشروع إمام زماننا سود الله وجوه هؤلاء الأقزام في الدنيا والآخرة لما فعلوه بأجدادنا وآبائنا ولما فعلوه بنا بأدياننا وعقائدنا وثقافتنا فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من مراجع التقليد عند الشيعة فقال وذلك لا يكون وهو يتحدث عن الأوصاف المرضية المطلوبة منهم صلوات الله عليهم وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض تشير إلى القلة وحينما يسهب الإمام في حديثه عن مراجع التقليد عند الشيعة فإنه يصفهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ويخبرنا من أنهم ضالون وسيضلون الشيعة فضلوا هؤلاء الأقزام وأضلوهم وأضل الذين اتبعوهم والناجون قلة قليلة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام البعض مثل ما مدح البعض من مراجع الشيعة مدح البعض القليلة من عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه حينما نعظم إمام زماننا فإننا بالتبعي سنعظم مشروعه وسنعظم خدمته سنعرف عظمة خدمته فهذا الطرف صالح لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الطرف الذي يقابله إمامنا الصادق يقول لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر يتحدث عن المرجع الشيعي وهذه صفة أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أنا أسألكم إذا كنتم تعتقدون أن مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم من الصلحاء والأخيار ومن الذين هم مقربون إلى إمام زماننا وهم نوابه إذن هذه المجموعة الكبيرة من مراجع الضلال الذين الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق أين هم في أي مكان هل يوجد مكان آخر ما هو المكان الأصل لهؤلاء المراجع النجف والإمام تحدث عن قلة وحينما تحدث عن القلة لم يخبر عن أن الشيعة ستقلدهم وإنما الإمام أجاز للشيعة أن يقلدهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا ما قال من أن الشيعة ستقلدهم وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فهؤلاء القلة المرضيون لم يخبرنا الإمام من أن الشيعة ستقلدهم ومن أن الشيعة ستهتدي بهداهم ما تحدث عن هذا وإنما قال فللعوام أن يقلدوهم ولكن العوام ما قلدوه قلدوا من قلدوا الكذابين ومنهم قوم النصاب هؤلاء المرجع ومنهم قوم النصاب هؤلاء هم الذين ضلوا وأضلوا الشيعة لأن الشيعة تقلدتهم هؤلاء هم الأكثر وهم المشهورون وهؤلاء هم الذين يحملون عقاعد الضلال إنهم مرجئة قلوبهم ميالة إلى النواصف يشككون في مقامات أهل البيت ينكرون أحاديثهم ينقضون بيئة الغدير ولذا تحدث عنهم إمامنا الصادق فقال واصفا لهم المشبهون بأنهم لنا موالون هكذا يظهرون للشيعة ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقيدة ما هم ضعفاء الأبدان يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب بينما حينما امتدح الإمام الصادق الفقهاء المرضيين أشار إلى جواز تقليدهم فقط فللعوام أن يقلدوه وما تحدث عن أن الشيعة ستهتدي بهداهم لأن الشيعة لن تقلدهم فإن الشيعة ستبحث عن هؤلاء الكذابين عن هؤلاء الذين لا دين لهم الذين يكذبون لتضليل الشيعة ويكذبون على الآخرين الذين هم على الحق ويضحكون على الشيعة ويسرقون أمواله هذا هو الذي يجري في النجات هذا هو الذي يجري على الأرض وإلا فأين هؤلاء المراجع الكذابون السيئون الملعونون الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم ملبسون وكافرون ومن أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أين هؤلاء أين هؤلاء الذين هم ميالون إلى النواصب في عقائدهم في فتواهم في دينهم في كل شأن من شؤونهم أين هؤلاء أين هم شخصوا لنا مجموعة ليس الحديث عن شخص واحد الحديث عن الأكثرية هنا فأين هم مقر مراجع الشيعة أين أليس في النجل أم في الموصل أم في الأزهر في أي مكان أم في الرياض أم في جاكارتا في أي مكان مراجع الشيعة أين في النجل أكثر مراجع الشيعة أين في النجل أكثر الشيعة تقلد من تقلد مراجع النجل هذا كلام صادقي صلوات الله وسلامه عليه واضح وواضح جدا مدح القليل من فقهاء الشيعة وأجاز للشيعة أن يقلدوهم لكن الإمام لم يتحدث عن أن الشيعة قلدوهم واهتدوا بهداهم فقط وصفهم وقال من أنهم قلة وأجاز للشيعة أن يعودوا إليهم بينما حينما تحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة وهم الكذابون الملعونون الإمام لعنهم ما أنا الذي لعنتهم الإمام لعنهم في آخر الرواية ويجمع ويجمع على من أضله على من أضله ذلك المؤمن الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الإمام لعنهم لست أنا الذي لعنتهم هؤلاء المراجع الكذابون الكافرون ببيعة الغدير الملبسون الكافرون كافرون ببيعة الغدير الدليل تفاسيرهم تفاسيرهم تنقض بيعة الغدير في بيعة الغدير أخذ علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي تفاسير مراجع النجف منذ الطوس وإلى الآن تخالف تفسير علي وآل علي ما هي التفاسير موجودة تفاسير المراجع موجودة وتفسير علي وآل علي موجود أيضا وتفسير النواصب موجود أيضا بإمكانكم أن تقارنوا كي تعرفوا من أن مراجع النجف قد تركوا تفسير علي وآل علي وضعفوا وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا فهؤلاء ملبسون ملبسون يعني كلاوشية سفلة ملبسون كافرون إنهم كافرون ببيعة الغدير الكفر الذي تحدثت عنه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة سنمر عليها سنمر عليها فهؤلاء أين هم أين هم هؤلاء الواقع الشيعي يتحدث عن كثرة من المراجع في النجف ويتحدث عن أن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء فإمامنا الصادق شخص لنا هذه الحقيقة وحينما امتدح القلة المهتدية من الشيعة جاء بمثال عن شخص واحد بينما حينما تحدث عن ضلال الشيعة تحدث عنهم بلسان الجمع فيتقبله المستسلمون من شيعتنا يتقبلون أكاذيب مراجع النجف وكربلاء فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب حينما تحدث عن المهتدين تحدث عن شخص واحد لا جرم أن من علم الله من خلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد أنه شخص واحد قطعاً الإمام لا يتحدث عن شخص واحد واحد وإنما يتحدث بهذا الأسلوب كي يبين لنا قلة عدد المهتدين أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هذا الملبس الكافر إذن لا يريد صيانة الدين ولا يريد تعظيم الولي إذن ماذا يريد يريد التقزيم لأن الذي يناقض التعظيم هو التقزيم من هنا نشأ هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الرسالة في الرسالة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة سنة أربعمية وعشرة للهجرة الإمام شخص لنا بشكل واضح واقع أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة تحركوا باتجاه السقيفة بني ساعدة فإن السلف الصالح كان شاسعا مبتعدا عن سقيفة بني ساعدة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا تحركوا باتجاه سقيفة بني ساعدة وأنشأوا لهم سقيفتهم الخاصة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه سقيفتهم الخاصة بهم سقيفة بني طوسي مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه عنه شاسعة الاتجاه إلى سقيفة بني ساعدة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنهم يلقلقون بالألسنة فقط من أنهم بايعوا بيعة الغدير أما على أهض الواقع فلا العقائد ولا التفسير ولا الفتاوى هذه الرسائل العملية في كل حرف منها نقض لبيعة الغدير دروس الخارج كل حرف ينطقون به نقض لبيعة الغدير هذه العمائم التي يلبسون هذه العمائم ناقضة لبيعة الغدير فإن رسول الله صلى الله عليه وآله عمم عليا في بيعة الغدير بعمامة بيضاء لها ذؤابتان وهو أيضا كان معتما بعمامة بيضاء لها ذؤابتان أما هذه العمائم هذه عمائم العباسيين عمائم إبليس كما وصفتها الروايات ينقضون بيعة الغدير في كل شيء في دروسهم في فضائياتهم في فتواهم في رسائلهم العملية في عمائمهم في كل شيء إنهم ناقضون لبيعة الغدير هؤلاء مراجع النجاف من السيستاني فما دون والذين قبل السيستاني والذين سيأتون بعد السيستاني هذا حديث إمام زمانكم لا تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار أنتم أحرار ما أنتم مضحكة ما أنتم مسخرة الإمام هكذا يقول يخاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم الإمام لا يخاطب البقالين ولا يخاطب عمال البناء ولا يخاطب مهندسي شركة النفط ولا يخاطب المضمدين والصيادل في المستشفيات والصيدليات إنه يخاطب المراجع مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فليس هناك من سلف صالح لمهندسي شركة النفط يتحدث إمام زماننا عنهم السلف الصالح هم أصحاب الأئمة هم خواص الأئمة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة إلى أين جنحوا ذهبوا باتجاه سقيفة بني ساعدة وماذا فعلوا بعد ذلك وصنعوا لهم سقيفتهم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي قصدته من أن العقل السقيفية عقل ازدواجي مزدوج ما بين قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل أعتقد أن الأمر صار واضحا وما هو مراد من هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مساران مسار لتعظيم مشروع إمام زماننا ومسار لتقزيم مشروع إمام زماننا مسار التعظيم مرده إلى العقل الزهرائي أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي عن عقلي وعقلكم أما التقزيم فمرده إلى العقل السقيفي العقل الزهرائي عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي والعقل السقيفي عقل مزدوج ما بين السقيفة بني ساعد التي هي ناقضة للغدير الأول وسقيفة بني طوسي التي هي ناقضة للغدير الأول وللغدير الثاني هذه المضامين والمطالب تحدثت عنها كثيرا وأثبتها ومن أراد منكم أن يطلع على التفاصيل فليذهب إلى برامج المختلفة والمتنوعة كلها وثائق كلها وثائق وكلها حقائق وكلها صدق تأكدوا من ذلك بأنفسكم ولا تصدقوا أكاذيب معممي مرجعية السيستاني وسائري مرجعيات الكذب والدجل الأخرى في النجف وكربلا تأكدوا من الحقائق ومن الوثائق ومن الدقائق ومن تمام الصدق تأكدوا من ذلك بأنفسكم لا تصدقوا كلامي من دون أن تتأكدوا من الأدلة والمصادر والمنابع لا أريد أن أطيل الحديث في هذه الجهة خلاصة القول خلاصة القول بعد كل ما تقدم من بيانات في الحلقات الماضية وصلت بكم إلى هذه النقطة المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم أحفظوا هذا العنوان هذا العنوان أساسي هذا العنوان ضروري كي تنتفع من المطالب المهمة والمهمة والمهمة جدا التي سأتناولها في الحلقات القادمة إذن وصلنا إلى نقطتين النقطة الأولى هناك مساران تعظيم للمشروع المهدوي وهناك تقزيم للمشروع المهدوي النقطة الثانية مرد التعظيم لمشروع إمام زماننا إلى العقل الزهرائي إلى العقل الشيعي الزهرائي إنهم شيعة الحجة بن الحسن وهذا العقل عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي أما التقزيم فمرده إلى العقل الشيعي السقيفي إنهم شيعة المراجع ما هم بشيعة العترة الطاهرة إنهم شيعة مراجع النجف مرد التقزيم إلى العقل الشيعي السقيفي وهو عقل مزدوج ما بين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس أعتقد أن اللوحة قد اكتملت إنها لوحة العنوان وأتمنى عليكم أن تحاول أن تحفظ هاتين النقطتين المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم مرد التعظيم إلى العقل الشيعي الزهرائي شيعة الحجة من الحسن عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي والعقل الشيعي السقيفي إنهم شيعة مراجع النجف ما هم بشيعة العترة وهذا العقل مزدوج ما بين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر